موسيقى ساعة اخبارية من قناة انفاند كاتخ مرحبا بكم مشاهدين الكرام وننتلق فيها بهذا العرض الاخباري بعث صاحب والجلل الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساه إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز السعود عاهل المملكة العربية السعودية على إثر وفاة شقيقته صاحبة السمو الملكي الأميرة لطيفة بنت عبدالعزيز السعود ومما جاء في برقية جلت الملك فقد تلقيت ببالغ الأسف والتأثر نعي شقيقتكم المبرورة صاحبة السمو الملكي الأميرة لطيفة بنت عبدالعزيز السعود تغمدها الله بواسع رحمته وأضاف جلت الملك وأمام هذا الرزء الأليم الذي لا رد لقضاء الله فيه أتقدم إليكم ومن خلالكم إلى كافة أفراد أسرتكم الملكية الجليلة بأحر التعازي وأخلص مشاعر المواساه سائلا الله العلي القدير أن يلهمكم الصبر والسلوان وأن يحتسب فقيداتكم الغالية في عداد الصالحين من عباده المنعم عليهم بالجنة والرضوان ومما جاء في هذه البرقية أيضا لجلت الملك وإذ أشاطركم أحزانكم في هذا المصاب داعيا مولى تعالى أن يحفظكم ويمتعكم بالصحة والعافية وطول العمر أرجو أن تتفضل حضرة خادم الحرمين الشريفين وأخي الأعز الأكرم بقبول فائق عبارات تعاطفي ومودتي يقول جلالة الملك حل رئيس الحكومة سيد عزيزة خنوش ببيكين لتمثيل صاحب الجلال الملك محمد السادس في قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي المنعقدة من الرابع إلى السادس شتنبر الجاري كل التفاصيل في هذا التقرير لشيما باك بالعاصمة الصينية بيكين يحل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي فوكاك المنعقدة من رابع إلى سادس شتنبر الجاري لدى وصوله إلى مطار بيكين الدولي وجد رئيس الحكومة في استقباله الوزير الصيني للإدارة الوطنية للتنظيم المالي السيد لي يونزي السيد أخنوش حضر حفل استقبال أقامه الرئيس الصيني شيجينك بينك بقاعة الشعب الكبرى على شرف رؤساء الدول والحكومة المشاركين في القمة ويرافق السيد أخنوش خلال أشغال هذا المنتدى الذي يحتفل هذه السنة بالذكر الرابع والعشرين لتأسيسه كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة والوزير المنتدى بلدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية السيد محسن الجزولي كما سيشارك وفد من رجال الأعمال المغاربة برئاسة السيد شاكيب العلج رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب في الندوة الثامنة لرواد الأعمال الصينيين والأفريق المنظمة على هامش أشغال منتدى التعاون الصيني الإفريقي ويشكل هذا المنتدى شراكة متميزة بين الصين والقارة الإفريقية قائمة على المبادئ الأساسية للتضامن والتعاون واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية في المغرب وتنفيذ للتعليمات السامية لصاحب الجلال الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس يركان الحرب العام للقوات المسلحة الملكية انتلقت في مركز تدريب المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية بتمارة عملية انتقاء مجندات التجريدة التاسعة والثلاثين للخدمة العسكرية كل التفاصيل في هذا التقرير لعبدالطيب بن طالب مركز تدريب المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية بتمارة مركز يشهد إقبال أزيد من ثمانمائة مترشحة ضمن عملية انتقاء مجندات التجريدة التاسعة والثلاثين للخدمة العسكرية مترشحات أتينا من أقاليم الرباط وسلا والقنيطرة وتمارة وتفلت والخميسات مركز التدريب سيحتفظ فقط بعد الانتقاء بثلاثمائة وخمسين مجندة عملية الانتقاء والإدماج تمر عبر ثلاث مراحل باستقبال المترشحات للخدمة العسكرية والتثبت من الاستدعاءات ثم الشروع في التحقق من الأهلية البدنية تحت إشتراف لجنة الكشف الطبي قبل الوقوف أمام لجنة الانتقاء والتجنيد العملية بصفة عامة تشرف عليها لجنة مختصة من مختلف مكاتب ومصالح أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية قام المركز بتوفير مجموعة من المواد البشرية واللوجستيكية من أجل تقطير المرشحات كما كتميز جميع مؤثرات المركز بالخبرة والكفاءات العالية بحيث خضاعات لمجموعة من التدريبات البيداغوجية من أجل تكوير العسكري كتمر عملية الانتقاء من مرحلتين المرحلة الأولى كيتم فيها أخطى وابط طبية مثل الطول، الوزن، الحدة البصرية والضغط الدموي أما المرحلة الثانية فكيتم فيها الفحص الطبي من طرف عدة أطباء لتأكد من الصحة البدنية والنفسية للمتطوعات لخدمة العسكرية المجندات سيتلقين بعد عملية الانتقاء تكويناً أساسياً خلال الأشهر الأربعة الأولى من الخدمة العسكرية فيما تخصص المرحلة الثانية للتأهيل المهني في تخصصات عدة تأخذ بعين الاعتبار مؤهلات المجندات ومستوياتهن الدراسية في خبر آخر أفادت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أفادت بأن أزيد من ثمانية ملايين ومئة واثنى عشر ألف تلميذ وتلميذ سيلتحقون بمؤسسات التعليمية برسم الموسم الدراسي الجديد الفين واربعة وعشرين الفين وخمسة وعشرين وذكرت الوزارة في بلاغ الله أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شاكي بن موسى أشرف الأربعة بمدرسة المسيرة الخضراء الابتدائية بتحنوت بالمديرية الإقليمية الحوز على انطلاق الموسم الدراسي الجديد بشروع التلميذات والتلاميذ وأطفال التعليم الأولي في الالتحاق التدريجي بمؤسساتهم التعليمية وفق التواريخ المقررة لكل سلك تعليمي ومستوى دراسي وأشارت إلى أن الدراسة ستنطلق بشكل فعلي يوم الاثنين الموافق للتاسع من شتنبر الفين واربعة وعشرين أجرى رئيس مجلس النواب راشد التلب العالمي اليوم بالرباط مباحثات مع رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإندونيسية المغربية بكار الهبسي أبوي همت أساس سبل توطيد علاقة التعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين وذكر بلاغ لمجلس النواب أن الجانبين ثمن خلال هذا اللقاء عمق ومتانة العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين وأعرب عن حرصهم المشترك على توطيد علاقات التعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين وتكثيف الزيارات المتبادلة وتعزيز التنسيق على الصعيد الثنائي والمتعدد الأطراف حول القضايا البرلمانية ذات الاهتمام المشترك يشهد إقليم الحوز دينامية مدطاردة على مستوى مختلف المجالات من بينها قطع الصحة وذلك بفضل سلسلة من المشاريع التي تم إطلاقها في إطار عملية إعادة الإعمار كل التفاصيل معك شيما بك في إطار عملية إعادة الإعمار ما بعد زرزال الثامن شتنبر 2023 والتي ساهمت في تعزيز البنيات التحتية ولسيما الصحية وذلك من أجل تقريب الخدمات من الساكنة المتضررة إقليم الحوز كما باقي الأقاليم المتضررة يشهد دينامية متطردة من خلال توفير بنية ملائمة تطيح لمختلف الشرائح الولوج للعلاج والتطبيب منشآت صحية ملائمة ومجهزة بالمعدات اللازمة تستجيب الانتظارات وتطلعات الساكنة المحلية في الحصول على الرعاية الصحية أعطيت انطلاقتها بعدد من الأقاليم المتضررة من الزرزال نشوف في الحالة لديهم أمراض مزمينة بحال سكوروطونس وقد قدموا لهم الأدوية ديالهم وقدروا التحاليل ديالهم وقدروا معهم متابعة لكي لا يتحوش في مشاكل خيبة وقدروا لدينا الطبيبات كالكونسلتاشون وقدروا لدينا الفراملية كالكينة البوليفالونت هذا الزخم بالإقليم والتعبئة المستمرة للسلطات الإقليمية من شأنه منهوض بأوضاع الساكنة التي تضررت جراء الزرزال تكريسا للحق في الصحة وتنفيذا لتعليمات السامية لصاحب الجلال الملك محمد السادس الدعية إلى إلاء عناية خاصة للساكنة المتدررة نبقى بإقليم الحوز حيث استعادت الحياة الاقتصادية ديناميتها المعهودة بفضل المجهودات المبذولة للإصلاح وتأهيل الشبكة الطرقية المتدررة جراء الزلزال نتابع تقرير لهنا حاشي بإقليم الحوز وتحديدا بويركان واحدة من بين المناطق التي تضررت من زلزال الثامن من شتمبر 2023 منطقة بويركان شهدت إصلاح شبكة الطرقية المتدررة من الزلزال إصلاحات تمكنت من خلالها المنطقة من استعادة الحياة الاقتصادية لنبضها وسط ارتياح الساكنة والفاعلين المحليين إلى جانب عودة الحركة التجارية والاقتصاد المحلي الذي تعزز ساهمت الإصلاحات الطرقية بشكل كبير في نمو الحركة السياحية التي انعكست إيجابيا على المقاولات المحلية وحتى المهن الصغرى مشروع تأهيل طريق الوطنية رقم 7 الرابط بين تحنوت وتارودانت والمقطع الذي يربط بين ويركان وثلاث نعقوبة هو واحد من بين أبرز مشاريع البرنامج الاستعجالي لإعادة تأهيل الإقليم المتضرر من الزلزال مشروع يروم الرفع من مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياحية بالمنطقة في أحوال التقس فادت المديرية العامة الأرصاد الجوية بأن تساقطات مطرية رعدية محلية جد قوية ستهم يومي السبت والأحد المقبلين عملات أقاليم أزيلال ميدلت تينغير الرشيدية زاقورة ورززات تاتا وتارودانت وأوضحت المديرية في نشرة قبلية أن مجموعة تساقطات المطرية الرعدية قد يتعدى خمسين مليمتر خلال الأربع والعشرين ساعة عبر العالم أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مباحثة مع نائب الرئيس الصيني وذلك على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي المنعقد في مدينة فلاديمير فوستوك في أقصى الشرق من الثالث إلى السادس من شتنبر الجاني تفاصيل معك فدوانا فيل روسيا تتطلع إلى استكشاف المزيد من فرص التنمية الجديدة مع الصين جاء ذلك خلال مباحثات جمعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونائب الرئيس الصيني هان تشانغ على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي المنعقد في مدينة فلاديمير فوستوك في أقصى شرق روسيا من ثالث إلى سادس شتنبر الجاري وخلال المباحثات أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العلاقات بين الصين وروسيا وصلت إلى مستوى غير مسبوق وذلك بفضل الجهود المشاركة بين البلدين مسجلاً أن روسيا لأهمية كبيرة للتعاون الثنائي في الاقتصاد والتجارة والثقافة والمجالات المحلية وغيرها نائب الرئيس الصيني هان تشانغ قال إن الصين تقدر عالياً دوره وتأثير المنتدى الاقتصادي الشرقي وتدعم وتشارك بنشاط في التعاون من أجل تطوير منطقة الشرق الأقصى في روسيا معرباً عن استعداد بلاده لتقاسم فرص التنمية مع روسيا وتقديم المزيد من فوائد التعاون لشعبي البلدين وتعزيز الرخاء المشترك لقي 293 شخصاً مسرعهم وأصيب 564 آخرون جراء حوادث ناجمة عن الأمطار الموسمية في باكستان خلال الشهرين الماضيين بحسب الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في البلاد وقالت الهيئة إن الأمطار الغزيرة ألحقت أدراراً جزئية أو كاملة بـ 19,572 منزلاً وتسعة وثلاثين جسراً والعديد من المدارس ويعد إقليم البنجاب الأكثر تدروراً حيث لقي 112 شخصاً مسرعهم وأصيب 302 بسبب الأمطار عبر العالم دائماً أكدت الوكالة الأممية المعنية بالتقس والمناخ أن ارتفاع درجة الحرارة ينبغي أن يؤدي إلى إطلاق أو إلى إطلاق تنبيه أحمر على مستوى العالم بعدما حطمت مؤشرة الحرارة العالمية جميع الأرقام القياسية خلال شهر غشت وسجلت أستراليا واليابان وأجزاء من الصين والنورويج درجة حرارة مرتفعة خلال شهر غشت تعد الأعلى منذ بدء تسجيل البيانات بحسب هيئات أرصاد جوية في الرياضة أعلن الأوروغوياني لويس سواريز مهاجم إنتر مايامي الأمريكي اعتزاله اللعب دولياً عقب مبارة منتخب بلاده الجمعة المقبل بالعاصمة مونتيفيديو ضمن تصفية أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026 وقال سواريز في مؤتمر صحفي بأن مبارة الجمعة ستكون هي الآخيرة له ولم يكن هذا القرار سهلاً بالنسبة للويسيتو لكنه سيفعل ذلك وهو مرتاح الضمير وبأنه سيبدل قصار جهده حتى آخر مبارة في مسيرته مع السلستي وضاف سواريز الذي مثل منتخب الأوروغوي في تسع بطولات كبرى أن الفوز بكوبا أمريكا عام 11-20 كان الأفضل في مسيرته الكروية بهذا نوقع نية النشرة شكراً لكم مشاهدين الكرام نعود ونلتقي في مجزل أهم الأنباء شكراً لكم